حتى أن المشهور الآن ما ودي حطهم الشباب لكن المشهور الآن أصبح عند الناس عادي يعني من أول مشهور إلى منه جاء في مكان الناس تفزلوا كلها وكل الناس يدى تصور الآن الناس يعرفون أنك مشهور ولكن لا يبالون فيك أو لا يهتمون فيك مع هذا الكثور إلا أنه نرى من يحب أنه يكون يتصدر المشهد صحيح طبعاً الكل يعلم في ظل الزخم الإعلام الجديد الحديث وهالمشاهير اللي أصبحوا بالآلاف الكل يريد أن يتصدر المشهد ولكنه لا يملك محتوى وكذلك لا يملك بصمة اجتماعية تجعله يتصدر المشهد فتجده في أغلب المناسبات ولا في أغلب يريد أن يأخذ المكان اللي مهلة حقيقة أنت من المشاهير اللي في السوشال ميديا اللي أنا على يقين أنها تصلك كذلك بعض الشكاوي وبعض الاقتراحات اللي سببها من يريد أن يأخذ مكانه وهي مهلة ولكن خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام يجب علينا أن ننزل الناس منازلها في كل شيء حتى مع الأسف ناس تأثروا غير المشاهير في المناسبات العامة تجد الشخص في مجتمعه ولا في قبيلته يتصدر للمجلس عند ابن عمه وضيفان ابن عمه غرباء وأجناب عليه يمسكن في آخر المجلس والسبب ترى هالجوالات بسبب الفلاشات والجوالات اللي يعني البعض تنازل عن قيم وعن شيئا من المفروض والله ما كانت في شبالنا ولا كانت في جدودنا ولا كانت في أبائنا ليش؟ الإنسان قيمة الإنسان أخلاق إنما الأمم الأخلاق وما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا أنت تجيني ضيف وجايني في زواجي ولا في زواجي ولدي مكانك في صدر المجلس لكن بسبب ذلك الجوالات جاء قريب اللي يوم زادت مسك في صدر المجلس عليك وهذه من السلبيات فعلا اللي نتمنى أن كل مؤثر في هذا المجتمع وأتمنى منكم أنتوا يا شباب بعض طلعكم إن شاء الله للمجتمع لأن هذه القناة يعني ضخت في مفاصل مجتمعنا مشاهير إيجابيين كثير حقيقة نعم فأنا أحملكم أمانة لأن الإعلام أمانة الرسالة أمانة أحملكم أمانة أنكم تهتمون بكل رسالة تقيمون فيها كل شيء خارج عن صوابه في المجتمع وأسأل الله أن ننفع بكم الله أعطيك العافية وعلى كلامك الطيب يا أبو طالح وله بغريب عليك فاهد العدواني أبو بيزل يا مرحب أنت قبل شوية تطرقت إلى الجميل أو جبت لك بيت كده عن الجميل أنه يبقى حتى لو صاحبه ارتحل أو رحل خطر في بالي حقيقة سؤال لك أنت شخصيا هل أن كرام الجميل مزعج؟ والله ما هو مزعج للطيب والطيب يوم أنا أشوف وجهة نظري نقران الجميل